إنما يعيشه أهلنا في غزة من تقتيل ومن تجويع ومن تشريد ومن تنكيل على يد هذه العصابة التي جاءت من شهد هذا العالم إنما يعيشنا اليوم هو أول حدث تاريخي بهذا الحجم وخاصة في القرن الواحد والعشرين لكننا في هذا المقام نقول أن كتائب عز الدين القسام وفصائل الفلسطينية الأخرى مرقت أنفل عدوي في التراب وهي متصلة بإذن الله النصر قريب وهذه المقاومة الباسلة سطرت هذا النصر بدمائها فكلنا يجب أن يقف إجلالا لها وتقديرا لهذا الموقف الذي تحملته نيابة عنها سيسجل التاريخ أن بعضا من بني جلدتنا بعضا من من يدعون الإسلام بعضا من حكامنا يقفون جنبا إلى جمع هذا الكيان الغاصب المجرم ونقول لهم أن موقفهم هذا المخزي سيسجله التاريخ ولن يضر القضية